تتعاقب الليالي والأيام وتتغير أحداثها وتظل الذكريات تختزل ما وقع بها من مهمات وأحداث صفحات رمضانية تاريخية سطرت أروع الملاحم في حب الوطن بدأوا هالكويت في بناء السور الثالث عام 1920 في شهر رمضان المبارك واستمرت طبعاً وقتها في فترة القيب والصيف وقتها لا في تكييف ولا في لكن فعلاً تعاونوا فيما بينهم وهذا الدليل على حبهم وانتمائهم لهذا الوطن ومن الذكريات الجميلة عند أهل الكويت ما زالت تحية في شهر رمضان مدفع الإفطار فقد كان المجتمعون يطلقون صيحات التكبير والتهليل بعد إطلاق المدفع المدفع الإفطار كان من المخلفات الغديمة من معركة الرقة فكان موجود مدفع الإفطار على السيف وكان يخرج بنعقاب من قهوته وهو ماشي كما ذكر المؤرخ غانب بن يوسف شاهين الغانب وانا يخرج مع عصة مثل المطاعة وهذه تستخدم الفتيلة للمدفع الإفطار ولازال شهر رمضان يرتبط بالماضي الجميل تبادل الزيارات وتهيئة المساجد وأجواء روحانية مليئة بالإيمان والعفوية والبساطة والترابط فكانوا طبعا بالبداية أهل جبلة كانوا زورون دواوين أهل شرق وهل شرق زورون دواوين أهل جبلة والمرقاب وقرأ الكويت كذلك ويخلص أهل الكويت وأهل المساجد والأمة والمؤذنين في تجهيز سابقا المساجد فلهذا تفرش المساجد سابقا في البسط والسجاجيد وقت شهر رمضان وكذلك الدواوين لكويت كانت تستعد للشهر الفضيل والاستقبال الرواد واستقبال أهل الفريج وصلة الأرحام وكانت تفتح بعد صلاة التراويح وما زال أهل الكويت على سجيتهم الطيبة يواصلون العطاء وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة واستعادة القيم التي توارثوها عن أجدادهم لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت